كل عام وحضراتكم بخير كلها أيام وراء أيام للجرح يهدى ولا الردى بيدها دي كانت تتر مسلسل أديب تعالوا أستاذ نور الشريف بس احنا نتكلم على أيام جميلة كل عام وحضراتكم بخير أيام وتبدأ مناسك الحج بالفعل بدأ سفر أول فوج من أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة مشاهد تفرح لحجاج مصر راحوا لحج السنادي ومنهم الحج المصر ده اللي الفرحة مش سيعاء بعد ما نزلت رجله السعودية تشوف كده بس الحج ده يبدو أنه حظه حلو ربنا يكرمه يعني وتقبل منه حجه إن شاء الله لكن للأسف في حجاج مصريين تانين يعني غيره يعني بتواجههم مشاكل كبيرة في موسم الحج السنادي بسبب الريال السعودي في مصر وبسبب فشل البنوك في تدبير الريالات للحجاج المسافرين زي ما الخبر ده بيقول مش أنا العرب الجديد مصر البنوك تفشل في تدبير الريال للحج السعودي 13 يونيو فشلت البنوك المصرية في تدبير مخصصات الحج المقرر صرفها لشركات السياحة من الريال السعودي لدفع تكاليف السكن والانتقال والإقامة وأدى نقص الدولار والريال تبقى نعرف نقص الدولار مفهومة إنما الريال لدى البنوك إلى أزمة في تنظيم رحلات الحج مع شح العملة السعودية في السوقين الرسمي والموازي اكتفت الحكومة بصرف 50% من قيمة التمويل اللازم لمدفوعات بعض شركات السياحة التي يحتاجها 16 ألف حاج المطلوب سددها للفنادق والمطوفين السعوديين قبل سفر الحجاج إلى السعودية خالي سبوع الأخير من الشهر الجاري رفض بنك مصر المكلف بتسهيل أعمال وتدبير العملة لبعثات الحج الرسمية التابعة لوزارة الداخلية وتضامن اجتماعي والسياحة رفض صرف مخصصات الشركات بواقع 75% من قيمة تكاليف سكن وتنقلات الحجاج مؤكدا عدم توفر السيولة لديه للوفاء بالتزامات توازي 48 مليون دولار بس ده منطقي ليه بقى؟ لأن الدولار أنت بحتاجه طول السنة ناس استيراد وتصدير وحاجات كده إنما الريال ده هو مواسم موسم الحج هو موسم الريال الناس عايزة ريالات عشان تصرف في السعودية والعمرة فإذن تجار العملة طبيعي جدا طبيعي في الأزمة اللي احنا فيها دي أنه يخبوا أنا مفهمش في العملة والحاجات دي بس هو منطقي يعني منطقي أنه الدولار يشحح من السوق وفيه سودة وفتاع لأنك طول السنة عايز دولار إنما الريال السعودي الناس هتحتاجوا إمتى؟ وقت ما هتحتاجوا إليه وقت الحج فيه أزمة بسبب الأزمة الكبيرة في توفير النقد الأجنبي البنوك والصرفات حددت المسافرين اللي هيا يسافروا لأداء فريط الحج يعني حددت لهم حاجات يعني زي ما بيقول كده سكرتير عام شعبة الصرافة كده إلعب كده وإنه المسافر الحج متاح له شراء 500 ريال السعودي بحد أقصى من الصرافات إن إن شرطية كان متوفراً وبالسعر الرسمي 8 جنيه 23 قرش بس بشرط تروح حضرتك تقدم لشركة الصرافة التأشيرة بتاعة الحج أخرك تتشاعل بكده 500 ريال أنا بيطلعها تاني مش أنا ده الأستاذ عالي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة المسافر الحج متاح له شراء 500 ريال السعودي بحد أقصى من الصرافات إن كان متوفراً فيه تعليقات كتيرة من نشطاء على تحديد 500 ريال دي الحج وإن المبلغ ده ما كافيش ثلاث يام بكتير الحج وده هيعمل أزمة كبيرة لحجاج المصريين أنا نسمع على صوت الناس الناس دي بتصعبط دوليا دوب المواصلات من مطار جد المكة ده هيوصل المطار مش أعرف كبتاكسي يادوب يأكل بيهم كابسة فما نسك الهدي تقريباً 750 ريال أنا رأي كل حج متمتع ياخد الهدي بتاعه اللي هو الحاج اللي هيتباحه يعني حتى لو معزة وبكده نبقى حلينا جزء من المعضلة الأضحية في السعودية ب600 ريال وهل هذا المبلغ مناسب للمسافر الحج مع المدة المعروفة لإنهاء مراسم الحج رقم مجح في صراحة دول ما يكافوش أكل يومين ده كلام الناس حتى الريال السعودي فشلته لا حول ألاقوة إلا بالله يا جدعان عيب الكلام ده أقسم بالله مصر يوصل بها الحل كده أقسم بالله حاجة تحزن عبد الله قال هذه لا تكفي اليوم أو يومين مصاريف أكل وشرب اللي قال بقى يدفعهم تاكسي المطار اللي قال خلي السوق السودة تولع مهربة بتابع البنوك بردك عشان كده بقت بيضة اللي قال يدوب وجبتين البك ده والفراغ دي ونكملها مش عارف إيه باية الحج اللي قال كارس الله يرحم لما كنا بنسافر بكم الرقم كان عشر تلاف ريال الله يرحم يا مكان الريال بربع جنيه أو باثنين جنيه وربع يا سيد أو باثنين جنيه ونصف شركات السياحة كانت من أكبر المتضررين من الأزمة دي وكتير منها قررت تنسحب من موسم الحج السنة دي وترجع كمان الفلوس اللي أخرتها من الحجاج زي ما بيقول موقع بتاع منصة بيقول نصف الشركات الساحية تنسحب من موسم الحج بسبب العملة تقدمت ميتين وتمانين شركة سياحية بطلبات لوزارة السياحة لتنسيق تراجعها ميتين وتمانين شركة بتتراجعها عن المشاركة في موسم الحج وهترد المبالغ اللي حصل عليها المواطنين بعد ما عجزوا عن توفير الريال السعودي بحسب رئيسة الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة الأسار ساميا سامي ولفتت ساميا سامي إلى أنه إجمال الشركات اللي مشاركة في موسم الحج العام ده 600 شرك كده يبقى نصف الشركات تقريباً انسحب تماماً 40% من الشركات انسحب وأشارت ساميا سامي إلى أن مصر حصلت هذا العام على 36 ألف تأشيرة كانت نسبة شركات السياحة من بينها 12 ألف تأشير معلش يا علي معلش يا بيبو نتوقف دقيقة أحداد مش هنطلع فاصل بس أنا عايزة أسأل سامي يا سامي بقى حضرتك قلتي أن مصر حصلت على كم تأشيرة حج 36 ألف 36 ألف خلاص؟ شركات السياحة أنت بتقولي حصلت على كم من 36 ألف دي؟ على كم يا علي؟ على 12 ألف 12 ألف يعني ناقص كم يا علي؟ 12 من 36 ومعنى من 4 يب 24 أزني في الرياضة؟ ما تدورش ورعي بقى ده أنت اللي إلهالي، أنت أتصدق؟ آه 12 ألف من 36 أربعة وعشر ألف اتناشر الف على ستمائة شركة ايه قالت ستمائة شركة تقدموا الاثناشر الف دي اقسم بقى اتناشر على ستمائة شركة يعني كل شركة خيرت كم تأشيرة تقريبا يعني اتناشر على الستة لا انت ما تسألنيش انت تقول على طول والرقم اللي هتقوله هقوله ولو انا حد قال لي غلط هقولناك انت غلطان يا جماعة هو اللي بيقول جوه عشين يعني الشركة خيرت عشين عشين تأشيرة بس يعني شركة سياحة وموظفين رايحين جايين وموسم حج وقف اليد وضرائم ونور وحجاء وصحب الشركة جاه والعربية تيجي تركن المرور يجي اخذ العربية يرفعها كل القصة دي عشرين الشركة واخذ عشرين عشرين تأشيرة حج بس وشركة رايحة عرارة الوصلاة والمهندس وصفرة محطوطة طعم اياها على طعم اياها اعلانات بقى وصحب شركة السياحة وبنت هتاخد عريس ابنه ابوه صحب شركة السياحة عمال ايه على عشرين تأشيرة طيب والسيدة سامي يا سامي اسمك حل بس ممكن تقول لنا بعد اذنك لاربعة وعشرين الف تأشيرة راحوا لمين انتي قلتي ستة وثلاثين الف تأشيرة وصلت مصر منهم اتناشر الف راحوا لستمائة شركة السياحة اتناشر عالستة فيهم عشرين هتاك الاربعة وعشرين بقى راحوا الفين راحوا المين الاربعة وعشرين الف تأشيرة راحوا فين قولي يا ستي خد منهم اعضاء مجلس الشعب ماهم امال ايه تفكر ايه بتيجي التأشيرات دي يا حضرات بتيجي مصر وتهبط على مصر كده والحقيقة ايه مسلسل الايام انا اتشكر جدا ان الناس لقيت المسلسل الايام والله بتيجي التأشيرات اللي انا قلتها من شوية بتيجي لو قلت كلمات مين من غير ما اتدور يبقى برفو عليك سيد حجاب اوكي بتيجي بقى الشركات دي بتيجي التأشيرات لمصر ستة وتلاتين الف تأشيرة وديك شفت اهو ستمائة شركة سياحة راح لهم اتناشر الف تأشيرة الاربعة وعشرين بروحوا فين بقى انا اقول لك بروحوا فين ما غير من ازعل ولا احراج اقول لك ولا هتزعل اقول لك بروحوا فين ولا هتزعل لا شكرك هتزعل اربعة وعشرين الف دول بيروح منهم عدد لا بأسة به الى اعضاء مجلسات الشعب والشورى مش بيروح له تأشيرة لا ده كل واحد على الاقل بياخد عشرة يعني بياخد نص شركة سياحة ما يدين ضمن الرشوة الانتخابية بيروح السادة مجلس الوزرة عدد برضو لا بأسة به بيروح للقضاء النائب العام ودار القضاء العالي والمجلس على القضاء بيتوزع برضو عليهم شوية ما ليه وطبعا حضرتك بقى لما يجي لك عشر تأشيرات سياحة بعض اعمال اعضاء مجلسات الشعب والشورى معفنين بيبيعهم بيبيع شكات سياحة وبعضهم بيروح يوزعها بقى على المحاسيب لانه اسأل 36 ألف تأشير حج بتيجي مصر 12 ألف دخلوا شركات السياحة قانونا لـ 24 راحوا فين او راحوا زي ما قال صلاح جايين وكمال الطويل زي الشوكولاتة كده راحت مطرح مراحت الحج السنة دي بقى مكلف جدا او مكلف جدا بسبب تراجع قيمة الجنية وصلت أسعار الحج يا حضرات لأرقام فلكية زي ما أعلن عنها رئيس شركة مصر الطيران يحي زكري المهم يطلع عامر قديم يقولك ايه يجيب الدجال مسيلمة الكذاب بتاعه ده اللي هو ساعد الهلباوي ده ساعد الحاجات ده ساعد حاجة ضلالي يطلع يقولك ايه اللي معوش يحج السنة دي ياخد ويحج السنة ويعمل لك بقى انه هو لا انت كلموا يا عامر يا شمشارج تركي كلموا على أين تذهب الـ 24 ألف تأشير كلموا كده كلموا ليه التأشير غلية كلموا ليه مصاريف الحج غلية كلموا ليه الريالات مش موجودة لكن مش تقول لي اللي حاجة السنة اللي فاتت ما يعمل حاجة لله وما يحجش السنة دي وتعمل نفسك قلبك مقطوع على الحج وانت رايح جاي على الرياض زي ما يكون الرياض في قوضة بيلكم اللي التاني كلموا عن ده وساعد الضلالي ما تتكلم يا ضلالي على الـ 24 ألف تأشير اللي بيروحوا فيه وليه مبقاش فيه شفافية في البلد دي ويتقال كده الجماعة وسط السعودية 24 ألف تأشير أنا هقول لي سيسي فكرة ما تعمل مزاد عليهم وبيع ما أنت بيبيع كل حاجة بيع التأشيرات دي على أي حال هنفتح الملف ده بعدين المؤمن الأستاذ يحي زكريا رئيس شركة مصر الطيران بيقول لك أن الحج السياحي السنة دي 50 ألف جنيه أنا هايول من هنا مصر الطيران أسعار تذاكر الحج تذكرة الطيران تتراوح ما بين 27 إلى 50 ألف التذكرة بس التذكرة بس مش القاعدة والأوتيل والحاجات دي إلى أنها بلغت هذا العام 27 ألف جنيه للقرعة ومن 27 إلى 32 ألف جنيه للتضامن للجمعيات و27 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للسياح يعني الجماعة الغلابة اللي طالعين حج الجمعيات الأهلية والتضامن دي لهم غلابة قوي هيدفعوا 32 ألف جنيه في تذكرة الطيران 32 ألف جنيه ده غير الفردة اللي بتاخدها بلطاجة كده زي وزارة السياحة من كل الحجاج اللي بتوصل تقريباً حوالي 6000 جنيه السياحة من البوابة السياحة تلزم الحجاج بسداد حوالي يعني 6000 جنيه لصالح صندوق الحج عمل صندوق الحج وحط السيسي عليه اوعى اوعى ازعل حتى الحج عملت بصندوق فيه معلومات خاصة واصلت لبرنامج مصر النهاردة من واحد من اللي شغالين في السياحة كشفت فيه عن لوبي بيقوده أو لوبي بيقوده الوقات على رأسهم صديق السيسي المقرب اللي هو الشتيف صلاح الدين فاكرين اللي هو الشتيف صلاح الدين حد فاكروا طب أنا هفكركم اللي هو الشتيف صلاح الدين ده اللي السيسي عمله أوتيل بـ 2 مليار جنيه اللي محمد علي اشتغل فيه وعرضنا محمد علي عرض هنا الصور بتاعة الأوتيل ده اللي في التجمع الخامس اللي هو الشتيف صلاح الدين ده صديق أنتيم لعبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي الرسالة وصلت لنا تتكلم من الرجل ده بقى حقود كبير في القصة دي هو وناس تانية بيتحكموا في شركات السياحة بشكل كامل وبيكوشوا على السيولة الدولارية تعالوا نقرأ مع بعض الرسالة اللي جات لنا وهنقرأها زي ما جات أنا مش هضيف حاجة فيها نقرأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم سمينا الرجل صاحب الرسالة عمر لأمانه الشخص يعني والستاذ محمد اللي هو اشتيف صلاح الدين ومعاه أشرف شيح أشرف شيحة ده صديق عمر قديم من سنين من حوالي 40 سنة أو 30 سنة أنا بقولك عن حاجة معلومة دي معلومة عندي أشرف شيحة ده أنا شفته مع عمر دي شليون مرة هو صاحب شركة اسماء الهنوف تقريبا تقريبا يعني هو عنده شركة سياحة خالبا اسماء الهنوف أنا بس ايه أتأكد لك ولو فيه غلط أتراجع عادي جدا ده صاحب عمر قديم من أيام ما كان عمر عامل زي الدب القطبي في أوربت زمان المهم يعني أيها ما عرفش هو صاحب بس أنا متأكد يعني عندي ظن جبير انها الهنوف يعني آه قالولي هو فعلا صح عيب 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 بقولك الشركة دي أشرف شيحة ده ضبعة في السياحة الدينية من سنين من أكتر من 30 سنين قبل بكتير قوي بيقولك إيه بقى أنه اللي هو شريف صلاح الدين ومعاه أشرف شيحة طبعا شريف صلاح الدين جدي على الكار افهم بس مني افهم اللي في الكار من شريف آه أشرف شيحة هو اللي في الكار من زمان من 40 سنة بس لما العسكر يركبه فالشريفي يجيب معاه مين أقصد أشرف شيح يجيب معاه مين اللي هو شريف عشان يبقى ده الباسفور اللي هيدخلوا يخرجوا إلى عالم البزنس ده بيتحكموا دلوقتي في كل شركات السياحة وهم الوحيدين اللي عندهم سيولة دولورية وبيحجموا أي شركة بتطلع اللي هو شريف صلاح بيستغل إنه صديق السيس الشخصي في التحكم في ملف السياحة وبيع الفنادق وتشغيلها هو وشيحة كانوا السبب بالإطاحة بخالد عناني وزير السياحة السابق واللي مترشح لونسكو لأنه كان محجم شركات اللواءات ونفوزها ده غير إنه كان محجم عملات التنقيب وسرقة الأسار واللواءات القريبين من شريف وشيحة كانوا أكبر مستفدين من تجارة الأسار ياريت حضرتك تتكلم عن موضوع ده عشان بيوتنا بتتخرب والناس مش عارفة تشتغل في السياحة ولا عارفة تعمل شركات سياحة ده رسالة وأنا قلتها مع تغيير في الإسم فقط يعني أنا غيرت الإسم بس عشان الراجل صاحبها ما يدرش شريق أشرف شيحة أنا بقولك بمعلومة ده صديق أنتيم لعمر أديب من سنين طويلة جدا وأيام أوربت قناة أوربت عمر أديب كان بيقدم عليها القاهرة اليوم كان شريف ده أيام وأيام يروح يزوره هناك في الستوديو وأنا شفته ولما سألت عنه قيل ليه ده أشرف شيحة ده صاحب شركة سياحة بعدين عرفته شفته تاني عرفته صاحب شركة الهنوف للسياحة يبدو بقى أن أشرف لما لقى العسكر ركبه ورح جمع مين شريف صلاح الدين وسيطروا على سوء السياحة وسلمني على المترو كل سنة ونطيبين